تمير الطرق الزراعية وإغلاقها بات نهجاً يتبع الاحتلال لإبعاد المزارعين عن أراضيهم ومنعهم من الوصول إليها هي إذن سياسة الإقصاء والاستيطان وإفراغ الأرض من أصحابها طريق وادي البير كانت قامت بلدية سلفيت من قبل عام بكركرتها وصار الطريق من أحلى الطرق لخدمة المزارعين لما أجب أن المستوطني هذه نزل المستوطنين وصاروا يعرف دو ويمنع أحد يروح منها وخربوا الشارع نهائياً حتى الجرافي لا تستطيع أن تمرق منها كيف المزارع بديوصل طريقه يحرثها وينقب زا شجره ويزرعه كيف إذا ما فيش طريق يقدر يوصلها فخربت للأراضي كلها في عنا شبكة أراضي قامت الإغاثة الزراعية فتحة عبارة عن حلقة وصل ما بين الجبال هذه أساس المزارعين يستفيدوا منها وفي النهاية تفاجأنا بأن المستوطنين يوم يوم قاعدين بنزلوا بهذه الطريق وبيسكروا فيها في منطقة وادي البير نزل سكروا قبل يومين كانوا موجودين عدد كبير من المستوطنين في وادي البير مساحات واسعة من الأراضي أصبحت من المستحيل الوصول إليها في ظل إغلاق الطرق المؤدية لتلك المناطق وملاحقة الاحتلال للهيئات المحلية لمنعهم من تأهيلها أو شق طرق جديدة بسرحوا بمرحوا في كل أراضينا يمنع مجالسنا وبلدياتنا التحضير للموسم الزتون من خلال تسهيل الطرق الزراعية وعارة تأهيلها قبل موسم الزتون الذي هو هذا العام موسم وفير وطبعا هذه الطرق تلعب دور مهم جدا لأن الناس اليوم بطلت فيه دواب وبطلت كلها بصرح في السيارات والتركتورات وبدوا يوصلوا إلى أراضيهم وزي ما كنا هذا الموسم وفير وهذا مرز بالرزق مهم جدا هذه سياسة الاحتلال تأتي من أجل التضييق على المزارعين ومنعهم من تطوير الأراضي واستصلاحها وذلك خدمة للمخططات الاستيطانية هذا حال إحدى الطرق التي يمنع الاحتلال تأهيلها في حين يواصل تصديه لأي محاولة من الهيئات المحلية لإعادة فتحها من جديد من أراضي مدينة سلفيت محمد الشتي تلفزيون فلسطين